السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا نبدو محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله بالمثال L2 هذا مثال L2 L2 of R with with معرف F مع G inner product معرف بهذا الشكل integral over R F of X G of X conjugate DX for all F G belongs to L2 of R نجي نثبت هذا المثال بأنه هو inner product space بتحقيق شروطه الثلاثة الشرط الأول اللي هو تحقق الإبدال مع conjugate يعني إذا أخذت F مع G هذا يساوي هذا يساوي F مع G شون يساوي شون يساوي دبل كونجي لأنه دبل كونجي واحد هم يلغي الآخر اللي هذا رح يساوي رح يساوي رح يساوي وهنا عندي دبل كونجي وهنا عندي دبل الموجود خارج هذا رح يساوي واحد من دول الثنين نزلهم على الدول فراح يكون integral أفر R F of X conjugate G of X دبل كونجي وهذا يبقى كونجي هنا D X بالتالي هذا رح يلاقي دبل كونجي رح يروح كأنما ما كونجي ويرجع على اليمين هذا رح يساوي integral أفر R G of X F of X conjugate الكل شنو الكل conjugate D X تلاحظ هنا حملك الضرب إبدالي بالنسبة للدول فبالتالي ما عندك مشكلة في تحقيق الشرط تحقيق الإبدال مع الكونجي هذا يساوي أن البرودكت G مع F بس شنو فوق أكو عندك Conjugate إذن حققنا الشرط الأول الإبدال F تجي منها الجهة اليمين والجهة من جهة اليسار لكن شنو يظهر عندي فوق يكثر عندي الكونجي هذا الشرط حققنا الشرط الأول نجي إلى الشرط الثاني اللي هو شرط linearity linearity مثل كقوان من جهة اليمين فإذا أخذنا الدوال الدوال F G H belongs to L2 of R و Alpha Alpha Beta belongs to R راح يكون راح يكون عندي Alpha F plus Beta G مع H هذا راح يساوي حسب تعريف الانو الكونجي ينزل على اليمين فرح يكون عندي integral over R Alpha F plus beta G ضرب H هذا X هنا X هنا إضا عندي X H of X لكن شنو conjugate D X وبالتالي هنا عملية توزيع معرفة بالدوال تعرضون هذا يساوي نقدر نوزع فرح يكون عندي integral over R Alpha F of X H conjugate H conjugate D X خلي D X برة ما مشكلة هذا وزعنا H فقط plus beta G of X H of X conjugate هذا كله مضروف في D X من خاص التكامل يتوزع على الجمع أيضا نستخدم هذه الخاصية هنا استخدم خاصية التكامل توزيع التكامل على الجمع فرح يكون عندي integral over R Alpha خارج ثابت هذا يخرج برة خارج تكامل F X H of X conjugate DX plus beta أيضا يخرج خارج التكامل beta integral over R G of X H of X conjugate DX هذه خاصية التكامل حققناها واضحة الآن رجع إلى أصل هذا رح يساوي لأن Alpha في F مع H حسب تعريفه plus beta G مع H وبالتالي حققنا عملية التوزيع Linearity أنه Alpha تخرج خارج هذه Alpha تلاحظ Alpha خرجت خارج هنا وال F مع H صار inner product وال beta تخرج هارج G مع H صار عندي inner product إذن حققنا شرط الثاني الشرط الثالث اللي هو يكون موجب دالة مع نفسه يعني inner product F مع F رح 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 يساوي رح يساوي double integral over R F of X F of X conjugate DX وهذا بدورة من تعريف العداد العقدية إذا ضربنا Z1 في Z1 conjugate هذا رح يساوي Z1 absolute value 1 square إذن من هذه الخاصية نستنتج أن هذا يساوي integral over R absolute value F of X square DX هذا أكبر أو يساوي صفر هذا أكبر أو يساوي صفر الآن هل أن الشرط الثاني الشرط الثالث عفوا ننتهى لا هذا الشطر الأول أكو بي شطرين ننتبه الشطر الثالث فقرة الثالثة من الشرط الثالث من من شروط inner product space أكو بي شطرين الشطر الأول تثبته أنه أكبر أو يساوي صفر و الشطر الثاني هو المساوات مع الصفر لاحظوا شون إذا كانت المساوات مع الصفر أنه تكون الدالة متساوين يعني الشطر الشطر الثاني من الشرط الثالث اللي هو إذا كان عندي f مع g يساوي صفر لازم ال-f يساوي g فشون أثبت أنه ال-f يساوي g من خلال التعريف هذا شون سنتج منه السنتج أنه انتجر ال-f of x g of x شنو conjugate dx يساوي يساوي صفر هذا الشرط الشرط الثاني من الشرط الثالث فإذا هذا فرضنا أنه يساوي صفر f g فرضنا أنه يساوي صفر فبالتالي راح يكون يازم يكون ال-f يساوي الجي هنا راح يكون عندي f of x g of x مساوية بالصفر وبالتالي راح تكون القيمة مالتا مساوية للصفر يعني f of x إذا كان مع f of x f of x مع f of x راح يساوي صفر وبالتالي راح يكون المساواة مع الصفر تلاهظ نا إذا كان عندك f مع f هذا يساوي صفر راح يكون عندك نا تقرأ لأن دال نفس ويا نفس مساوي للصفر f of x f of x conjugate dx يساوي صفر وبالتالي تقرأ f of x عفوا square يساوي dx يساوي صفر وبالتالي راح يكون لازم يكون f of x square مساوية للصفر وبالتالي هنا استنتاج هنا أيضا استنتاج استنتاجنا وبالتالي f of x يساوي صفر لكل x فإذا كان نجع بالعكس الآن إذا كان f of x يساوي صفر فأكيد هذا استنتاج أكيد التربيع ما لا راح يكون صفر وإذا كان التربيع ما لا صفر أكيد التكامل أيضا يساوي صفر بالعكس وإذا كان التكامل يساوي صفر هذا absolute value التكامل ما لا صفر هذا absolute value يساوي f of x f conjugate of x نرجع بالعكس وبالتالي هذا الطرف الشرط المتحقق أن f لازم يكون مساويا للصفر يعني الدلة مع نفسها إذا ساوت صفر يعني f مع نفسه إذا ساوت صفر لازم f هي صفر لازم f تكون هي صفر وإذا f صفر لازم يكون f f صفر فبالتالي هذا المثال انتهى بتحقيق أن f inner product f مع g هو يمثل inner product space space الآن نوضح كيفية ما هي العلاقة بين inner product space مع النور from from inner product product space to known space ما هي العلاقة بينها؟ عندما يكون هناك شخص في الناس space once we have an inner product space there is there is a natural procedure we can follow in order to in order to turn an inner product space into an inner space let us let us start from definition of inner product space in the third we have in the third we have phi with phi is greater or 0 for all phi belongs to v phi with phi is greater or 0 phi is greater v من المثال الأول السابق اللي أخذنا اللي هو about data from the example C with conjugates z my w z with w is equal to z w conjugate we have z مع z another product is equal to z z conjugate is equal to absolute value z square this suggests that we could introduce a candidate no a candidate no on an enough product space as follows phi non phi non phi is equal to square root phi inner product phi phi for all phi belongs to v this question one and remarks in one and and have a show hell hey why ha good should on no I'm love should النوم الثلاثة النوم في is greater than and equal to zero for all phi belongs to V and النوم في is equal to zero if and only if phi is equal to zero and V هذا is clear this is clear because prove norm phi is equal to depend on this definition is equal to root of inner product phi phi this is equal to root of uh phi phi conjugate and this is equal to phi square and this is equal equal to to absolute value of phi and this is greater than and equal to zero so this is true this is true the first argument is true this always is greater than and equal to zero always this and look like this always this is greater than or equal to zero now we can see this condition also is true you can see you can see if phi norm phi equal to zero this this implies this implies this implies root of phi phi equal to zero phi phi conjugate equal to zero and this implies phi equal to zero so if norm of zero the norm of phi equal to zero then phi is equal to zero and the alpha is equal to zero ذاهبنا نقوم بربما يقولين أن نتعرف طريقة عقار الأفضل عقار الأفضل مقابل اepy عقار الأفضل ليكون هناست عقار الأفضل عقار الأفضل أيضاً the value of zero and this is the definition of complex numbers z z conjugate equal to absolute value of Z square this from complex analysis and this from definition of enough product Phi Phi 5 conjugate 5 phi conjugate equal to zero و هذه النور مقالبها جدا لذلك الولادة الأخيرة هي صحيحة نحن نتعلم الولادة الأخيرة من النور هناك ثلاثة الأخيرة في النور ثلاثة الأخيرة الآن يمكنك أن نرى الثالث الأخيرة الثالث الأخير لامدا فى أقصى 2 الرأة لامدا فى لامدا فى و هذا هو مقبل حول لامدا ومنجهات الامدا ومنجهات الامدا يسيرون من الظلام من الظلام سيكون ومنجهات هذا هو ومنجهات الامدا سيكون نمت بصدر لامداً مقارد لامداً مقارد بصدر لفاي 5. هذا من نمت بصدر سمت نمت بصدر لامدا مقارد بصدر لفاي and this will be and this will be lambda norm of phi and this second condition of normal space. هذا الشرط الثاني من فلاء النور. وشرط الثالث من النور ممكن ان نحققه باستخدام الشرط الثالث اللي هو اللي هو اللي هو التريانجل انيقوليتي شرط الثالث تريانجل انيقوليتي ممكن ان نحققه باستخدام كوشي شوارز انيقوليتي شرط الثالث اللي هو نورم phi plus upside less than or equal هذا هو الشرط الثاني كيفية التحقيقة لو اخذنا هذا الطرف ناخده على شكل تربيع حتى يكون اسهل من الجذور نورم phi plus upside square is equal to another product phi plus upside phi plus upside and this is equal to another product phi with phi plus upside plus and then this is equal to phi phi plus phi plus upside and then this is equal to phi phi plus phi plus upside plus upside plus upside you can see and this 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 is equal to norm of phi phi plus upside phi plus upside phi plus upside phi plus plus upside and then this which means this plus phi upside plus we can ثم نغيير مواقعهم مناخذ كنججات فى مع بسى كنججات هذا هو الثاني الثاني من الوضع الداخل و هذا من الوضع الداخل من الوضع الداخل هذا سيكون لديه فى عزي مواقع plus norm of upside squared plus two real part of phi upside this is from real and from complex analysis z plus z conjugate equal to two real part of z and this phi upside in a product phi upside plus phi upside conjugate and this will will be equal to a real part of phi upside and this will be less than or equal to less than or equal to phi square plus plus upside square plus two absolute value phi upside phi upside absolute value of phi upside to real part because this also from real analysis real part of z real part of z will be less than or equal less than or equal modulus of z this is always true in complex analysis real part less than or equal modulus of z this will be always this will be always true in complex from complex analysis and now we can use schwarz inequality here we can use schwarz inequality here and i want to remind you this will be absolute value xy in our product less than or equal norm of x times norm of y this is we can use schwarz inequality koshi schwarz inequality koshi schwarz inequality can use this here and we get this is this is inequality أكثر من أو أكبر فهي سيكون الوحيدة 5 سقرر أقرر 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 وهذا سيكون مقرر 2 نظام ز نظام 5 نظام أقرر أقرر و هذا من المعرفة نحن نعرف كمتل 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 هذا يكون نوع من نوع من فى نوع من نوع من كمتل كمتل ضيادة و نصل الآن نصل نصل فى ضيادة 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 أفن مقارنة هذا نبدأ من هنا نبدأ من هنا نبدأ phi plus upside square and this will be equal 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 here all this equality but here but here we get equality also here less than equal here less than equal so the final relation we get it that this phi plus upside square less than the phi finite the last one the last argument this one phi plus upside all square and so take root for both sides we get phi plus upside less than equal norm of phi plus norm of upside so this that prove prove that all inner product is normed space all inner product space is normed space every inner product space is normed space we can take this remark we have showed that we have showed that v with norm is equal to root of inner product is an ohm d space at this point we know that at this point we know that whenever whenever we have whenever we have an inner product space an inner product space we can always we can always turn it turn it into to an armed space تحقيق 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 في عامة لا كيف تحقيق في عامة لا أفعل التعامل 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 فقط فقط التعامل 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 الهاتف التعامل and an ascertain normd space satisfies satisfies the مقرد من الجرام العام مقرد إذا كانت إذا كانت كانت الانتباه لا أحيان كبير الانتباه لا أحيان كبير تباً. ولكن إذا كان النوم يستخدم العقد التواصل البراغمة، سيكون هذا النبط. نحن 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 أن كل نبط العلال بالنسبة يكون نبط العلال. نحن 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 أن كل نبط العلال بالنسبة is a normal space where we satisfy all the conditions of norm so V with this norm will be always every inner product space will be normed space but the converse is not true when when this the converse is true the converse is true just if the normed space satisfy the paragram paragram law and this paragram law will be take it now this journey for any for any phi and psi in an inner product space we have phi minus upside square plus phi plus upside square will be equal to phi squared plus upside upside square this is paragram law now we can improve this we start from left side we start from left side and we sum them and we get the result just that from left side phi minus upside square plus norm of phi plus upside square this will be equal to this will be equal in our product phi minus upside phi minus upside plus in our product phi plus upside phi plus upside phi plus upside and this will be equal to phi with phi minus upside minus upside with phi minus upside phi plus upside phi plus upside phi plus upside phi plus plus phi أبسي هنا يبدو مثل هذا أبسي مع أبسي أبسي و هنا سيكون هناك أيضا أبسي مع أبسي مع أبسي مع أبسي هنا أبسي مع أبسي و هنا سيكون هناك أيضا أبسي مع أبسي و هذا أكون ثلاثة أبسيpexائي في الخjerوات ثلاثة أبسي�في أبسيpexائي في الخjerوات اfficial purpose I up side and now we can remove this with this minus plus and this also Oh also the same and opposite side we can't remove it remove with of them so this will be a cool too and this with this two norm of phi and this with this also will be two norm of upside and this will be equal to this will be equal to norm of phi plus upside and and this is parallelogram law in inner product space in inner product space this always true in inner product space but in norm space not always true in norm space not always true if 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 in norm space this is true so this norm will be in our product this this norm will be in our product space and now and now we can see that suppose suppose that v with norm is a norm this space is an empty space where the this no the program law program law holds then then v with norm v with norm will be turned will be turned into an inner an inner product will be turned into and we can we can define the 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 wonderfully the 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 كما يجبون في المنطقة 5 مع بسي محلو 1 أخر 4 نوم 5 مع بسي سعيد منص نوم 5 مع بسي سعيد plus i نوم 5 plus i بسي كل سعيد منص i 5 منص i بسي كلهم سقوى على هذا و هذا و هذا نوم فى سقوى إجراء فى 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 This is نوم This is Define هذا هو أحوة نائرة النار هذا هو أحوة نائرة النار هذا هو أحوة نائرة النار أتفاق 1 أч dem4 norm of phi plus upside square minus phi minus upside square plus i phi plus i upside square minus i phi minus i upside square and that phi square is equal to phi phi and this inner product space we need to prove it to prove that this inner product space satisfy all conditions of inner product space condition one and condition two and condition three we have to show that we have to show that number one phi with upside is equal to phi often sorry upside five upside phi conjugate this is one and two linearity alpha phi plus beta upside with omega is equal to alpha alpha phi upside plus beta phi omega sorry phi omega here here phi omega and here upside omega this second condition linearity and third condition inner product five five is greater than or equal zero and if inner phi phi is equal to zero if and only if phi is equal to zero we have to prove these three condition and this i leave this as homework for you i hope you will be able to prove this inner product this 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 condition i leave you for you as a homework and if someone can did it please send me by google classroom if someone can do it please send me as image by google classroom we can uh i think you can find the proof from internet or some else some elsewhere you can from lectures from internet um from help your friends you or uh or uh or teachers everyone we can you help can help you and this will be um great for you i will give great for you if someone do it okay let us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you